سعر برميل النفط يسير بخطة متسارعة لملمسة عتبة المائة والعشرين دولار ففي الساعات الأولى من بداية تدولات حقق سعر الذهب الأسود مكاسب تعدد ستة بالمئة ليقفز بذلك إلى مستويات لم يبلغ منذ سبع سنوات وما عزد مكاسب برميل النفط هو مخرجات اجتماع أوبيك بلاس الذي قرر الإبقاء على الرفع التدريج للإنتاج منتهجا بذلك سياسة واضحة تطمح للمحافظة على النسق التصاعد لسعر البرميل بما يخدم أوبيك وحلفائها بعيدا عن كل الحسابات السياسية في نهاية الاجتماع اليوم تقرر أننا نواصل في زيادة الإجمالية للإنتاج ب400 ألف برميل في اليوم خلال شهر أبريل وتقرر كذلك أننا سنلتقي في الاجتماع المقبل يوم 31 مارس المقبل لكذلك مواصلة التشاور حول عملية الإنتاج والتفاعل السوق كذلك وفي وقت تحاول فيه واشنطن تهدئة أسعار النفط عبر السحب المكثف من احتياطاتها الاستراتيجية تعاكس الأسعار تحركات البيت الأبيض وتتجاهل كل القرارات الساعية إلى إغراق السوق بالمعروض فالضابط الوحيد والمحرك الأساسي للسوق النفطية هو الوضع في أوكرانيا ولا شيء غير ذلك وما زاد من متاعب واشنطن تصريح مقتضب للرئيس الأمريكي لم يستبعد فيه فرض قيود على الإمدادات النفطية الروسية دقائق فقط بعد التصريح ويصعد سعر برميل النفط مجددا لم يغب اللون الأخضر عن تعاملات أسعار النفط في صعود قوي مدعوم بالوضع في أوكرانيا فما توقعه كبار المتفائلين عن بلوغ أسعار الذهب الأسود عتابة المائة والعشرين دولار مع نهاية السنة الجارية تحقق قبل موعده بأشهر